لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم ووصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس في إطلاق نار عشوائي في مدينة الويستون بولاية مين الأمريكية حسب ما ذكرت شبكة ام بي سي نيوز نقلا عن مصدر في الشرطة وكانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغ في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس في ثلاثة مواقع مختلفة قالت الشرطة إن هناك شخصا يطلق النار في الويستون وطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم حيث ما زال المشتبه به حرا طلقا ونشر مكتب رئيس بلدية أندروس كوجين صورتين المشتبه به وطلب من الجمهور التعرف على المشتبه به وهو رجل ملتح يرتدي قميصا طويل الأكمام وسروال جنز يحمل مندقية